السؤال ما هو هذا الحق اللي كثر وروده في الروايات من زار الحسين عارفاً بحقه شنوه هذا حق الحسين الذي من عارفه يزور الله في عرشه الجواب أن هذا الحق من الحقائق المشككة على تعبير أهل المعقول الحقيقة المشككة يعني الحقيقة التي لها مراتب متعددة مثل النور إلى رتبة شديدة وإلى رتبة خفيفة وإلى أخف كل ما يقترب من مصدر النور يصير الرتبة أشد كل ما يبتعد منه يصير الرتبة أخف يعني يسموها أهل المعقول بالحقيقة المشككة يعني ذاتها مراتب حق هم هالشكل إلى مراتب حق الحسين على الناس له رتبة دانية هذه عموم الناس يحصلوها وإلى رتبة وسط المتوسطون من الناس يعرفوها وأكو رتبة عالية جدا خواص من الناس يعرفوها أدنى مراتب حق الحسين على الناس أن يعرفوه بأنه إمام مفترض الطعرة هذا أدنى ما يمكن ما يجب على الناس العاديين أن يعرفوه وهذا ممكن بيسور للكل وردت بهذا المعنى رواية عن الأئمة عليه السلام لو لا الرواية ما قلنا نحن هذا أدنى مراتب الحق فأدنى حق الحسين على الناس أن يعرفوه أن يعرفوه بأنه إمام طاعته من الله واجبة مفروضة على الناس هو مو إنسان عادي هو مو قائد عسكري هو مو عالم هو إمام مفترض الطاع على البشر من الله عز وجل هاي أدنى مراتب هذا الحق أقل منه يصير جهل بالحسين الأدنى من هذه الرتبة بعد جهل الحسين ولا يعرفوه من المراتب العالية لهذا الحق أن يعرف الزائر بأن العبادة لله والعبودية لله عبادة غير العبودية العبادة لله والعبودية لله وكل الشرائع والأديان والأنبياء والرسل كل هذا بقي واهتدى الناس إليه ببركة الحسين عليه السلام لا هدى لا قيمة لا كرامة لا نور في البصائر وفي قلوب لا ذكر لنبي من الأنبياء لا عبادة لله من صلاة وصياء ولا عبودية لله عند أهل العبودية سببها الحسين إلا ببركة الحسين هذه من الحقوق العالية للحسين التي لا يعرفها إلا الخواص من الناس لاحظوا الحسين له حق على الله بهذا المعنى لأنه هو الذي عبد العباد إليه وهو الذي رسخ العبودية في القلوب وفي النفوس بهذا المقدار الله عز وجل وله الحق على الأنبياء وله الحق على رسول الله والأئمة عليه السلام إمام إمام له حق عليه لولاه ما بقي رسول الله صلى الله عليه وآله في القلوب ولا شريعته بقيت ولا دينه بقيت لولاه ما عرف الناس الأئمة عليه السلام ولا اهتدوا بهم هو ببركته الناس عرفوا الدين وعرفوا رسول الله وعرفوا سائر الأئمة حتى حجت الزبان صلوات الله عليه لو للحسين ما عرفه له حق على الأئمة له حق على النبي صلى الله عليه وآله وله الحق على جميع الخلائق جميع الخلائق مو بس المسلمين مو بس الموالين حتى اليهود والنصران حتى اللي ما عند دين الحسين أبقى القيم الحرة الإنسانية حية في القلوب حتى عند غير الموالين فالزائر الذي يزور الحسين بهذه الرؤية بهذه المعرفة بهذا الدرك يكون عارف بحق الحسين على الناس على الله على الأنبياء على الأولياء الملفت في الرواية لاحظوا الدقة في تعبير الإمام يقول عارفا بحقه مو عالما بحقه هاي قضية دقيقة في التعبير يوجود فرق بين العلم وبين المعرفة هناك فرق العلم يعني درك الشيء بذاته المعرفة درك الشيء بآثاره لاحظوا مثلا النجار اللي يعرف تفاصيل النجارة جزئيات تفاصيل يسموه عارف بالنجارة مو عالم بالنجارة ليش يسموه عارف مو عالم لأن معرفة النجار بهذه الصنعة بالآثار مو بالذات هو ذات الخشب ما يعرف转 شم عرف شيء ذات المسمار شم يعرف المسمار من حديد حقيقة الحديد شنو هي لا يعرف يستخدم الخشب يعرف هذا الخشب بس حقيقة الخشب شنو هي ما يعرف لكن يعرف شنو بالآثار أن الخشب هكذا يفصل هكذا يرزق ببعضه هكذا يكون القياس فيسموه عارف المؤمن يقولون يعرف ربه ما يقولون يعلم ربه ليش يصير يقول واحد يعلم ربه يعرف ربه لأن معرفة الله عز وجل بآثاره أما ذات الله من يقدر يعرفه بخلاف ذلك الله عز وجل من أسمائه العالم مو العارف لأنه يعلم ذوات الأشياء وحقائقها يحتاج إلى آثار حتى يعرف إذن فرق أكو بين العلم وبين المعرفة العلم إدراك الشيء بذاته والمعرفة إدراك الشيء بآثاره أهل الإيمان إشقد ما يحققون ويدرسون ويبحثون منه منهم يقدر يعرف حقيقة الحسين الحسين من نور الله عز وجل لا يعرفه إلا الله وأولياؤه لا يمكن للبشر العادي أن يدرك حقيقة الحسين لعذ بماذا نحن آمنا بالحسين بالمعرفة بآثاره عرفناه بالدم الأحمر الذي يصبغ السماء في الأصيل وفي البكور الناس عرفوا كرامة دم الحسين عند الله بترابه الذي فيه الشفاء بقبته التي فيها يجاب الدعاء بذريته الطاهرة من الأئمة المعصومين بآثاره عرف مكان الحسين وعظمة الحسين وبطيب النفوس التي تدخل إلى قبره وإلى مرقده طيب النفوس ومحو الذنوب وعلو الدرجات من مجموع هذه الآثار عرفنا الحسين الإمام هم يقول من زار الحسين عارفاً معالماً عارفاً بحقه كان كمن زار الله في عرشه